نفذت جمعية الحياة للتدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة في العاصمة مواقع عدن بالتنسيق مع منظمة آدارة محاضرات توعوية حول العنف ضد الطفل لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة وشارت رئيسة الجمعية ابتهال المحروق إلى أن هذه الفعالية التي تستمر يومين تأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر حيث تتضمن توعية الأسر بهمية تعديل سلوكية الأطفال والتعامل معهم بطريقة سليمة والصحيحة خاصة الأطفال في سنة المراحقة أو ما بعد المراحقة